السلام عليكم معاكم بشماندس يوسف احمد نتكلم ان شاء الله نرضى عن السنجل فيز بولت سورس انفيرتر وده جزء الخاص سنة تالتة بحربي باور قولت لحلسة اكشوبرا جزء الدكتور حد اول حاجة مسا السنجل فيز بولت سورس انفيرتر بيبقى حاجة كده وجهاز بيبدأ يحول الدي سي لايسي ده بيتم عن طريق معمومة سوتشات لو انا عندي سنجل فيز بانا بستعمل اربعة سوتشي بوصلهم طيب ما احنا شايفين كده بوصل الاطراف الخارجية بتاعتهم على دي سي سورس والاطراف اللي في النص دي بوصل عليها اللوت بتاعي او الخارج بتاعي بيبقى على الاطراف دي طيب هندرس ايه في السنجل فيز بولت سورس انفيرتر هنبدأ ندرس لسكوير ويفورم طيب هو في اكتر من كده او في اكتر من تحكم في الوضبت سورس انفيرتر او في الانفيرتر نفسه ابسطها خالص هي لسكوير ويفورم دي هنبدأ ان شو بتخرج ازاي واداء الانفيرتر نفسه مع الارلود واداء الانفيرتر مع الارلود في حاسة الارلود هنبدأ ندرسه بحالتين. حالة اولى اللي اسمها تفانزينت ودي بندرس الفترة او اول فترة هيبدأ اشتغل فيها الانديرتر. يعني الانديرتر ريسة شغال حالة. هنبدأ نشوف اداءه وشكله وعمل ازاي. وهندرس حالة تانية وهي الستيدي ستيت. ودي هنبدأ ندرس اداء الانديرتر لو اشتغل فترة طويلة وبعد كده عايزين نشوف اداءه بعد مدة معينة من الزمن. عايزين نشوف اداء وشكله عامل ازاي. ازاي ما انت شايف ان انا عندي اربعة سويتشيز. دايما هتلاقي فيه تو سويتشيز شغلين. تمام? هو ده اداءه عن طريق ان دايما فيه تو سويتشيز شغلين. نقول لي السويتشيات اللي بتشتغل دي بتحدد الخرج بتاعي على اللغة. يعني مسلا في بداية خالص لو خدنا السويتش واحد سويتش اتنين اون وفصلنا تلاتة واربعة. ده هيبقى شكل دايرة هتجد ان الطرف اللي فوق ده متوصل بيبوست في بي دي سي. الطرف اللي تحت ده متوصل بالنيجا دي بي دي سي عن طريق اتنين. فازن الخرج بتاعي شايف بوستف جي دي سي. طيب. في احتمال تاني اه في احتمال تاني ان انا افصل واحد اتنين. وابدأ اشغل تلاتة واربعة. فلو شغلت تلاتة واربعة هتجد ان الطرف اللي فوق دلوقتي بقى متوصل بالنيجا دي في دي سي عن طريق او اربعة. الطرف اللي تحت ده بقى متوصل بالبوستف عن طريق تلاتة انا ببساطة عكست البلالك تحت الصبلاي على اللغة. فاللغة دلوقتي بقى شايف نيجا دي بجي زي. في الجزء الخاص بالسكوير ويف او السكوير ويف احنا هنبدأ نشتغل على الاحتمالين دول بس مش ناخد اكتر من كده. بس الانفيرتر ممكن يقدي اكتر من كده اه في احتمالين تانيين زي مسلا لو شغلت كيو واحد وكيو تلاتة مع بعض هتجد ان الطرف اللي فوق لللود انا اموصله بالبوستف والطرف اللي تحت اموصله بالبوستف والاتنين موصله بنفس النقط ما فيش فرق جهد هنا فرق الجهد هنا ببقى سفر. لو انا متشغل التو او الاتنين سويتشيز اللي فوق. نفس الكلام لو شغلت التو سويتشيز اللي تحت برضو الاتنين نقطتين الخارج انا موصلهم بالنيجا دي بي دي سي. فاذا ما فيش فرق الجهد بينهم فده كده يبدأ يديني زي. وانا شغل ببدأ ابعد خالص ان انا اشغل سويتشين على نفس الرجل مع بعض. يعني ايه نفس الرجل? كيو واحد وكيو اربعة دي رجل. وكيو تلاتة وكيو اتنين دي رجل. يعني ما ينفعش اشغل كيو واحد وكيو اربعة مع بعض او كيو تلاتة وكيو اتنين مع بعض. ليه? لو شغلت كيو واحد وكيو اربعة مع بعض انا هعمل على الدي سي سورس هيبدأ امور الطيار كبير جدا هيحرق السويتشات بتاعتك. نفس الكلام لو شغلت تلاتة واتنين برضو هبقى اعملت على السابلاي بتاعتك. فاذا هبعد عن الاعتمالين دون. زي ما قلنا احنا شغلين في السكوير ويف والسورس انفيرتور في السكوير ويف انا ببدأ اشتغل اما كيو واحد وكيو اتنين شغلين مع بعض اما كيو تلاتة وكيو اربعة شغلين مع بعض يعني الخارج بتاعين ما بسطي بي دي سي. اما ليه دي بي دي سي. ده بس بس اللي احنا خاص. طب. لو انا عندي موصل مع انا عايز اعرف ايه او عايز اشوف ايه? عايز اشوف شكل الخد بتاعه. طب. في البداية الخالص انا بيبدأ بديك في مسألة تردد اللي انا هبدأ اشتغل عنه. فالتردد ده ببدأ احدد منه البرد اللي انا عايز اشتغل عندك. والبرد دي بقسمها قصية. يعني مثلا لو بدينا التردد خمسين فانت البلديوي بتاعتك بقى واحد على خمسين لعشرين ميليساكنن. فهتشتغل على عشرة ميليساكن النص والعشرة التنمية ميليساكن النص الاني بداي نشوف هنعمل ده سيفن. فإزن البتاعتك بتبدأ تحت ت dividesه طرد الد الى هو من دهولك. في مسألة. عايز ارسم بتاعتي السويتش اول والتاني والسويتش التالت والرابع. وعايز اشوف شكل الاول هو على الا JungleHP here. على اللود هنا شاك اعمل زي. هشوف شكل الطيار اللي ماشي في اللود هنا. وعايز اشوف شكل طيار اللي خارج من ده برضو شكله عامل ازاي? لو انا شغال كسكوير مع زي ما تفهم. طيب. هنا انا بس عايز انبه على حاجة ان في احنا شغالين بسويتشات دي نوعها ايه? معدي ترانزيستور. ليه ترانزيستور? الترانزيستور انا ببدأ اتحكم امتى يبقى اون وامتى يبقى اوف. ده ودي حاجة ميزة هنا. فانا طول ما انا مدي بلس على الجيت بتاعت الترانزيستور ده. الترانزيستور ده شغال معي. لو انا شلت البلس من على الجيت. اتلاقي الترانزيستور بتاعك فصل. فانت ازا من انا بتقدر تتحكم امتى يشتغل? وامتى يفصل. اما السيريستور فده كان بيبدأ اتحكم امتى يشتغل? وكان ليش روض. لكن امتى يوقف? ما كانش يوقف الا لو كان الطيار بتاعه اللي ماشي فيه وصل صفر فمش هينفع اشتغل بيه هنا لاننا عندي دي سي سورس. والدي سورس التاوي طياره في الغالب هيبقى مستمر. يعني في الغالب مش هينزل صفر ففي الغالب لو اشتغل الترانزيستور مش هيكصل. فعشين كده بنبعد عن الترانزيستور ونبدأ نشتغل بالترانزيستور. طيب. في البداية خالص زي ما اتفقنا قلت لك هتحدد التردب بتاعك. اه وتبدأ تقسم التردب بتاعك ده او تردب بتاع تردب بصي. في البداية خالص هبدأ بدي واحد واتنين زي ما اتفقنا لو شعلت واحد واتنين ازا الخارج اللي ظاهر على الدي سي هنا هيبقى بوستف بي دي سي. ده بوستف بي دي سي. الطيار اللي ماشي في اللود هتلاقي خارج من البوستف بتاع السابلاي. ماشي في كيو واحد رايح لللود راجع في كيو اتنين راجع للنجا دي بتاع السابلاي. فده دي سي على ار اللي انا بسميها اي دي سي. لان دي سي متوصل على ار له. طيار السابلاي هيبقى برضو قيمة طيار الاي دي سي ده هو اللي ظاهر اللي ماشي في اللود. طب. في النص التاني هبدأ افصل واحد واتنين وهبدأ اشغل تلاتة واربعة. اتفقنا لو شغلت تلاتة واربعة يبقى اللود بتاعي شايف نيجا ديف في دي سي لان انا قلبت البولارت بتاعة السابلاي على اللود. فهيبدأش يشوف نيجا ديف في دي سي. طيار اللي ماشي في اللود هيبدأ هو كمان يتعاكس. امشي كده مع اتجاه الطيار اللي ماشي في السابلاي طبعا متفقيل ان دائما ماشي من الموجب راجع للسالب. فهيمشي من الموجب يطلع في كيو تلاتة. ينزل لكيو تلاتة يطلع من اللود كده. يرجع في كيو اربعة للنجا دي بتاع السابلاي. فهتكتشف ان اتجاه الطيار في اللود اتجاه الطيار في الجزء التاني ده اتغير. فهتلاقي الطيار بتاع اتجاهه بقى في السالب ونفسه في قيمة لكن اتكتشف ان الطيار او الطيار نفسه هيبدأ ماشي في نفس الاتجاه الطيار دايما ماشي من الموجب راجع للسالب فهيبدأ ماشي في نفس ازا ده كده شكل الخرج بتاعها لو انا شغال نص موجب نص سالب دي كده الويف فورم دي بنسميها وطبعا الكلام ده بنبنى نقرره طيب ده كده شكل الدايرك احنا عندنا. عايز اجيب الاورمي اس الاوربوت بولتج. الاورمي اس الاوربوت بولتج طبعا هو جازر. هبدأ اكامل الجزء ده وهبدأ اضربه في اتنين طبعا هسمع الفيديو بداية ليه تي. وهبدأ اضرب في اتنين لان انا عاجد اموجب بي دي سي. مسائل بي دي سي. فانا كده وكده كده السالب لو رفعته اموجب. فهتكتشف ان هي نفسها قيمة اللي حضرتك حطه. يعني ده كده ونفسه قيمة اللي حضرتك حطه. لانه فعلا السبلاي بيجعك موجوب دايما على اللود ما تقطعش سواء كان موجب او سالب ما تقطع عشان فيش فترات توصل فيها سفارة. عايز اجيب الاوربوت او طرميس كارنت انا عندي ار ريوت فاتفق انا ما ممكن يبقى في او طرميس على ار بسهولة جدا او ممكن ابدأ اكمله. انا عارف ان قيمة في المعادلة بالطيار ده هي البي دي سي على ار هي قيمة الاي دي سي داني. فهو بي دي سي على ار هبدأ اربع طبعا وهسماع البريود وهتربع في اتنين وهكامل نص البريود بتاكتشف انها تلعب بالاخر في دي سي على ار هي نفس قيمة الاي دي سي اللي هو نفس القيمة مثل انا. عايز اجيب الاوب وباور فالباور بتاعي هو الاي اوب بتقريب من اس سكوير في الار زي ما اتفقنا. دلوقتي انا عايز ارسم طيار سويتش اتري. يعني ايه? انا عندي سويتش واحد اتنين وسويتش تلاتة اربع. سويتش واحد واثنين زي ما اتفقنا انا شغلته في النص الاول اللي هو من سفر لغاية تي على الاثنين فهيشيل طيار اللوت للفترة دي. سويتش تلاتة واربعة هيبدأ اشغله من تي على الاثنين لتي. كانت تلطبعا. هيبدأ يشتغل في الفترة دي وهيشيل طيار اللوت. طيار السويتشات دايما طيار في الموجب. فاذا دي كده طيارات السويتشات كده. هتبتشف ان كان فيه محطوطة هنا مش في حالة الارلوت مش هيمشي فيها اي طيار في حالة الارلوت. انا عايز اجيب الكارات. تماما. انا اقول واحد على تي. واحد على تي. الجزء ده ظهر ظهر من زيرو لغاية تي على الاثنين في النص الاول ده. كنتو يقيم دي الاي دي سي للبي دي سي على ار تي تي هتلع الاي دي سي على الاثنين. وده اللي انا اكتشفه ان ده ظاهر في نص الموجة يعني تقريبا ده نص طيار اللوت بتاعي فقدرنا الاي دي سي على الاثنين. طيب. لو عايز اجيب الارم اسوى طبعا زي ما قلنا نص فهو الاي دي سي على اثنين لانه انص وارضوك ولو حقيت تكمل وتتأكد تكمل. الماكسوم كارنت اللي هيمشي في الترانزيستور هنا هبقى قيمة الاي دي سي ناسا. لأبقى قيمة هتمشي في الترانزيستور بتاعي. ده كده حالة الارلوت حالة بسطة جدا هي عبارة عن دي سي متوصل مع ار طيار طبعا بياخد ناس الشكل. نعم لو انا اشتغلت على ار ال ايه اللي هيبدأ يختلف في التايرة عندي. زي ما اتفقنا في البداية خالص ان انا هبدأ اقسم التردد بتاعي. ده اقسم اجيب من التردد. وهبدأ اقسمها المص. انا شغال نفس الفكرة برضو. هتلاقي في المص الموجب. اللي هو من زيرو رايب تيلي على الاتنين. انا هبدأ اشغل واحد واتنين. واتفقنا اتنا لو شغلت واحد واتنين هيبدأ اليوت بتاعي شايف بوسط في بي بي سي. طيب. هنا بقى شكل الطيارة عامل ازاي? هنا اتحطت ال معاية في الموضوع فازن الطيار مش هيبقى قيمة في بي بي سي على اخر. لا الطيار هيبدأ من سفر. ويبدأ يزيد تدريجيا كده نفيجة وجود ال ال اللي اللي بتعاكس الطيار بتاعي. فهبص ده كده اتجاه الطيارات بتاع ده انا اتفقنا. هطلع منه بب نجع للسالب بالشكل ده. فهبص اتلاقي الطيار طالع كده من السفر عامل يزيد 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 لغاية تما يوصل لقيمة الاي ماكسما هنسميها واحد. انا هنا بدأت من السفر ليه? ان انا قلت لك انا اشغال في حالة اسمها حالة الترانزينت. حالة الترانزينت دي. الحالة اللي ببدأ اخد لسه دلوقتي حالة من نشغل الكومبيرتر بتاعي. لسه دي اول سايكل اشغاله فيها. فاول سايكل شغاله فيها لان ما كانش مشهونا ما كانش فيها. شوحنا. فازم الطيار بتاع بادئ من السفر ويبدأ يزيد لقيمة اسمها الاي ماكسما واحد. ده قيمة انا معرفاش وعايز اجيبها. هنبدأ نشوف هنجيبها ازاي بالوقت. طيب. الكلام ده الطيار بدأ يزيد لغاية ما اوصل لقيمة. بعد كده اتفقنا ان امص التاني. هبدأ اعمليه? هبدأ نفصل واحد واثنين وشغل تلاتة واربعة. هتكتشف مشكلة. اول حاجة بس بالنسبة لجهد الاوبت لو شغلت تلاتة واربعة اللوت بتاعي بقى شايف المشكلة اللي عندي هو اتجاه الطيار نفسه. لو لاحظت هنا تلاقي الطيار ده موجب. ونتيجة وجود القل. الطيار الجهد بتاع اللوت اتعكس بقى بالسالب. فالطيار هو كمان عايز يتعكس ويمشي السالب. بس نتيجة وجود القل الطيار ده مش هيتعكس لحظي كده وينزل يبقى سالب فجأة. لأ هتلاقي القل بتبدأ تأجل انعكاس الطيار تبدأ فيها استورد انيرجي استورد انيرجي دي هتلاقيها ايه? مشيها الطيار في نفس الاتجاه. مشيها الطيار بتاع ايه? في نفس الاتجاه. بتاع اللوت الاديم لسه بوسط في لوقات ما ينزل سفر. تمام? وبعد ما يوصل سفر بقى يبدأ يعكس اتجاهه طبيعا. طيب. ومشكلة دلوقتي ان اتجاه الطيار في الاتجاه دي. انا قفلت واحد واثنين فالطيار دي هم مستحيل يمشي. لكن تلاتة واربعة انا فلو جيت تبص على اتجاه الطيار اتجاه الطيار ما بيمشيش في تلاتة واربعة مع الاتجاه السهم اللي انا خطوه. فاذا تلاتة واربعة مش هيشتغل في الحتة دي. يبقى من تي على الاتنين. لغاية زمن كده معاين اسمه تي واي هنشوف ايه زمن تي واي ده. هبص اتلاقي الطيار مش ماشي اصلا في تلاتة ولا ماشي في اربعة. انا مال همشي في مين? همشي في الفري ويلي نضايت الاسم دي تلاتة ودي اربعة. هيبدأ يفرق بس في الفري ويلي نضايت ده لغاية ما الطيار اللوت بتاعي يوصل صفر وبعد كده يبدأ يعكس اتجاهه تاني. بص كده هنا شكله. هيبدأ يفرق لغاية ان يوصل لقيمة السفر بتاعها لقيمة اسمها تي واي زي ما الاسمه تي واي انا معرفوش برضو وعايز احسيبه مجرد ان هو يوصل للسفر هنا اتجاه الطيار اللوتاعي ممكن يتعاكس ويمشي في الاتجاه المعاكس. فهبص هتلاقي وظيفة دي تلاتة ودي اربعة خلصه وهيبدأ اشتعل معي تلاتة وكيو اربعة لاتجاه الطيار بتاعها يبدأ يتعاكس في اللوت ويبدأ يمشي في الاتجاه العكسي. هيبدأ يلي طبعا لغاية ان يوصل لقيمة هنسميها واحد وطبعا هنا برضو انا ما عرفش كيمة واحد وانا هنا شغال في حالة يعني كيمة واحد ما لهاش اي علاقة بقيمة واحد يعني همش علاقة لبعض خالص. فده كده هيبقى شكل الطيار بتاعي والزمن له من تي واي لغاية قيمة التي الكلية. الطيار ماشي في تلاتة وكيو اربعة في الاتجاه المعاكسة. فده كده شكل الطيار. ليه بادرس حالة بتاعتي? بابدأ ادرسها عشان اعمل بتاعتي تمام? طبعا هنبدأ نشوف لو انا الطيار اللي عندي ده عايز اجيب له معادلة توصف قيمة الطيار او شكل الطيار. اول حاجة بس هنمسك من زين لغاية تي على الاثنين ده كان شكل الدايرة كانت بوها بتاعيز اجموة بوسط البي دي سي والطيار ده كان بيزيد من السفر لغاية قيمة الاي ماكسامل. لو بيت تبص هنا سويتشات جيلة واحملنا البورتش دروب هتلاقي البي دي سي. متوصل على ار متوصل على ال. فقيمة البي دي سي هتروح دروب في ال ار. اي في ار زائد البي اي باية تي. كمام? هتلاقي القيمة ده معادلة من الدرجة في القول. حلها عبارة عمركبتين ستيلي ستيت زائد. قيمة هنا لو حطيت دي سي على ار ال فاقيمة دي سي طبعا هتبقى البي دي سي على ار لان ال ال في حالة الستيلي سي هتلاقي ال ال بتاعتك تبقى تشوت سيركيت فمش يتظهر معي طيار هو البي دي سي على ار. والترانزيان بتاعي هو اي في اي وسي مينس تي على التاو زي ما اتفقنا. اتفقنا ان التاو دي هي عبارة عن ال ال على ار. ال على ار. عايز اجيب قيمة الاي هابدأ اجيبها من اين? هابدأ اجيبها من بتاعي. اول نقطة في الطيار بتاعي. الطيار الزمن هنا كان بسفر. كان الطيار بدء من السفر. وهبدأ اعود في قيمة المعادلة اللي فوق دي هيطلع على على هبدأ احط المعادلة دي بالشكل ده. هنسمي اي واحد. انه دي معادلة اللي بتوصف اول جزء في الطيار اللي هو من سفر لغاية دي. على الاتنين هتطلع بالشكل اللي قدامنا ده. من المعادلة دي اقدر اجيب قيمة واحدة. ليه? انا عارف ان الزمن بتاع واحدة وتي على الاتنين. تي كابيتل على الاتنين. فهبدأ اقول ان قيمة الطيار ده بتسوي قيمة الاي ماكسما واحد عن التي على الاتنين. وهبدأ اعود في المعادلة بتاعة الطيار دي. فهيطلع الاي ماكسما واحد بالشكل اللي قدامنا ده. مسهولة جدا انت عندك قيمة الالي وعندها قيمة الار وعندها قيمة البي دي سي تقدر تجيب قيمة الاي ماكسما واحد بداية المسألة الخاصة. طيب. الجزء التاني بقى. ان انا عندي اللي انا شغلت ثلاثة واربعة بالدفنين ان ده هيبدأ شوف ماينس بي دي سي. وشكل الطيار بتاعي كان بي ال من قيمة الاي ماكس مام لغاية قيمة الاي مينيمم بالشكلة ده من تي على الاثنين لغاية تي. نفس الكلام برضو نبدأ نشتعل على اول فترة دي. اللي هي تلاقي البي دي سي بتاعي قيمته يا لبت الطيار اللي ماشي في اللي هو تتغير تجاهه عشان جيدا حدود سالب اي دي سي في الار او سالب الاي ات الار سالب اللي دي قل باي بي تي معادل الديفرينشال ايكوشي من الدربة الاولى فهتبقى حال لها عبارة عن ستيري سيت سائل ترانزينت هنا بس هيفرق ان اتجاه الطيار بتاعك عكس اتجاه الطيار بتاع الحالة اللي فاتت. فاتجاه الطيار هنا معكوس عشان كده وسالب بي دي سي على ار سائل بي هنا بس بغير الكمستانت بتاعي وكمستانت برضو في اي والسالب تي على بتاعي. طيب هنا كنا بنقول دي تي بتاعي وليه طرختها من تي على الاثنين. طرختها من تي على الاثنين لان دوت بادئ من بداية تي هي تي على الاثنين. دي بداية التشغيل بداية المعادلة التانية دي. فازا لو تي ساوي تي على الاثنين مفروض بغزء ده يديني سفر. فعشان كده انا طرحت عملت الشفت ده في المعادلة نفسها مع ما توش في الشكل. فلو حطيت عوق كده بتاعك. اللي هو بداية الزمن بتاعك هو تي على الاثنين. الاي بساوي اي ماكسام. حط كده تي حطها تي على الاثنين هيطلع تي على الاثنين مقص تي على الاثنين يديك سفر فدي بداية فعلا اللي انا شغال عندها هنا. بتساوي قيمة الاي ماكسام واحد هابدأ بي بقيمة البي. لو انا جيب تاني وهابدأ اعوض هتطلع دي المعادلة التانية اللي توصف شكل الطيار وهو بي ال. هده كده شكل الطيار. من المعادلة دي عايز اجيب قيمة الاي مينوم واحد فابدأ امسك اخر نقطة خالس في الطيار اللي هو عند الزمن بتاعي لو سوى تي. ال اي بيساوي اي مينوم. وابدأ اعوض في المعادلة دي هتطلع تلع المعادلة بالشكل ده. طبعا انا عندي قيمة الاي ماكسام بابتهى من المعادلة بتاع الاي ماكسام اللي فاتت في الاسطايد اللي فاتت. فاقدر من هنا اجيب قيمة اي مينوم. عندي زمن تاني برضو محتاج اجيبه هو او قيمة الـ T-Y انا عارف ان الـ T-Y عند لو الزمن بتاعي ساوي T-Y كان الطيار بيساوي 0 لو الزمن بتاعي ساوي T-Y كان الطيار بيساوي 0 هبدأ عود في معدلة I-O 2D بالجزء الطيار بيساوي 0 تي هشيلها ويسقط الـ T-Y واخد T-Y في طرف وي المعادلة في طرف هتطلع دي معادلة للتوصف قيمة الـ T-Y كده انا جبت الـ current بتاعي الـ current بتاعي عبارة عن tool expression من 0 غايت تي على الـ 2 وده كنتو او ده المعادلة اللي بتوصفه ومن T على الـ 2 لغايت T-CAPITAL ودي المعادلة اللي بتوصفه اذا دي معادلة بتاعي الشحط سلا قلنا شحط ودي المعادلة بتاعي التفريق لو قلنا الطيار بيساوي الطيار ده انا جبت المعادلة بتاعته اللي انا عايزة اجيب الـ RMS load current هبدأ امسك الطيار ده واقول هو جسر طبعا الـ RMS root T-Y square 1 على T اسمع الـ period وهبدأ كامل فانا عندي معادلتين للطيار هبدأ اكامل المعادلة الاولى في الزمن بتاعه من 0 T على الـ 2 سكوير طبعا زائد تكامل المعادلة التانية من 0 T على الـ 2 DT طبعا خلاص فهبدأ اكامل معادلة الاولى وهبدأ اكامل المعادلة التانية وهبدأ اطلع قيمة الـ I ارمس. طبعا المعادلات هنا شكلها بغط مش شوية فوانت بتحل مسألة انت عندك قيمة الفي دي سي على ار ده رقم بي دي سي قيمة مسلا والار قيمة فانت عندك ده رقم كده سهل تقدر تجيبه فتقدر تكامل الجزء التربيع ده لوحده زائد هنا بي دي سي على ار زائد اي ماكس ده برضو رقم واحد كده تقدر تجيبه زائد رقم هنا فتقدر تجيب التربيع ده او تكامل التربيع ده لوحده برضه وبعدين تبدأ تحطهم تحت الجزر مساملها مع تيا كامل دا ال واحد واقامل دا ال واحد وبعد رقة احبت القيمة دي خبت القيمة دي زي موجود في حل شيع طيب عايز اجيب الاوة باباوار بعد ما جبت الاي او اوة بدار الميس والاي او او بدار الميس سكويرل فاه كالاص باقعة معلوفة هنا عايز ا breach pela current اللي ماشي اتعرس العسيط طيب عايز ارسم ماتيا عايز ارسم ايه? عايز ابعمل سويتش واحد اتنين عايز ابعمل الطايد 13 14 يعايز برسم طيار وسويتي需 3 واربعة. لو لاحزت ان انا في الفترة اللي كنت مشغل لها وقتها واحد وانتنين وطايد كان بادئ من الصفر فكان ماشي الطايد كله في T1 و T2 T1 T2 وكان وصل لكيمة الاي ماكسب. الطايد رقم 13 اجنب اشتغلوا من T2 T2 لغيب T بو وكان بيطلع من Mai Maxim ونازل لكيمة الصفر بعد ما الطايد وصل الصفر بدأ يمشي في تلاتة وطيع ربعة وهبطأ برضو وقت ما تنساش ان انا هبطأ ارسمه بالموجب مفيش طيارة السويتش بيمشي بالسالب فانا هبدأ ارسمه بالموجب كده وهيبدأ لأكبر قيمة ليه هي قيمة اللي كانت تحت كده لوقت تشكل الطيارة بتاعتين تلاتة. فانا عايز اجيب الابريج سويتش ده هبص على السويتش الاول وطي واحد دي اتنين اشتغلت لاحظ اوه الاحز مع شغال لفترة تي على الاتنين فابدأ اكامل تي واحد اتنين ت ficou musique واحد اع وهو ظهر من زيرو لغايق تي على الاتنين هجيب المعادلة دي كتال معادلة الاولى للطيار فهي المعادلة الاولى للطيار دي تي وابدأ اكاملها اذا انا عايز الابريج الأول لالتاني طيب لو عايز ال ال تالت والرابع التالت والرابع اشتغلوا من تي لغاية تي واي او من تي واي لغاية تي فدا الزمن اللي هما اشتغلوا فيه. وكانت المعادلة دي هي المعادلة التانية. فانا هبدأ اكامل المعادلة التانية بتاع دي من تي واي لغاية تي. انا عايز اجيب طيار تويتش او طيار الضرب تلاتة واربعة طيار الضربة او اشتغل من تي او من تي على الاتنين هو ده لغاية تي واي فده الفترة اللي هو اشتغل فيها وهبدأ اكامل ابنبه شكل ده اللي كان بينزل ده لكات المعادلة التانية من بعد تي على الاتنين دي كات المعادلة التانية فهيبدأ كامل المعادلة التانية من تي على الهاتنين دهي بابنى تي وي هطلع ازي انا ان الدائد رقم واحد واتنين مشتغلوش في حالة أن الدول بيشتغلو زي ما تشوف ان الطيار بتاعي بدئ من النيموم فهيبدأ زيد تاني لو انا اشغلت في السايكلي اللي باية هتلاقي الطيار دま نبدأ دايما ان وكينة الاي مينموم اللي اتفقنا عليها دي وهتليه بدأ يزيد وهيزيد ازاي وفي اتجاه العكسي هنبدأ نشوف دا هو طيب عايز اجيب الارمس هايبقى نفس الكلام بالزبط بس الجزر طبعا الجزر وهبدأ اربع التكامل بتاعي سواء كان تي واحد تي اتنين تي ثلاثة و تي اربعة او دي ثلاثة و دي اربعة وتلاحز من الرسمة هنا ان اكبر طيار هيمشي في تي واحد تي اتنين هو قيمة الاي ماكسموم واحد تلي بدأ ايشحن ووصل الاخر قيمة دي وفي اكبر قيمة طيار ماشي في الضايد رقم ثلاثة و اربعة وقيمة برضو الاي ماكسم واحد ده كان بدي افرق من عندها دي ده كومة الاي ماكسم واحد واكبر قيمة طيار مشت في تي ثلاثة و تي اربعة يا قيمة الاي منهم اللي كان نازل بيها تحت فكان دي اكبر قيمة ده الاي ماكسموم بتاع السويتشات بتاعتك لاحق بتاعك فعايز اجيب الكوندوكشن بريو بتاع كل سويتش انا هتقالك باللازر تهات الكوندوكشن بريوت تحت السويتش واحد و اتني لاحقuire تي AG2 ده الفاترة اللي هيشتغل فيها تحت اج供ت تدايب رقم ثلاثة اربعة الفاترة اللي هيشتغل في جهةantine اصD اصدقى من تي وي ناعت dom غير اصدقى ز likewise والفاترة اللي اشتغل فيها تي ثلاثة او تي اربعة اصدقى يشتغل من تي ناعت c تي وي ييل فترة اللي هو البروت الي اصدقى لغاية هنا اشتغلنا في حالة الترانزينت بقولنا الترانزينت هي حالة انه هو بادئ اشغل السويتش بتاعي لأول مرة السويتشات او الانفيرتر بتاعي لأول مرة لو انا الدايرة بتاعتي كتشغالة قبل كده وانا بدأت ادرس اداءها فترة بعد فترة زمنية دي بنسميها حالة السويتشات بتاعتي بدأت تشتغل تشتغلت ونبدأ نشوف حالة دي شكلها في البداية خالص برضو هنبدأ تشوف تردد اللي انت شغال عليه تبدأ تقسم البيلون بتاعتك من الصين انا شغال كسكوير ويف فورد كسكوير ويف فورد راجي في الفترة الاولى نبدأ اشغل واحد واثنين اتنين بس هتلاحز هنا حتى طبما واحد واثنين شغالين فالجهر بتاعي هو ايه? بوسط الجديسي. بحيثت في السايكل اللي فاتت او في حارك الترانزينت وانت شغلت كان اخر قيمة الطيار وصل لها قد قيمة الاي مينموم. صح? فهنا تلاقي الطيار ده بادئ من قيمة الاي مينموم مش بادئ من السفر بقى. اهو دوت بقى السايكل الجديدة اللي جاء بعد اللي فاتت ديه. فهتلاقيه بادئ دايما من قيمة الاي مينموم. فقيمة الاي مينموم معنا كده ان الطيار كان ماشي في اتجاه العكسي. في اتجاه ده. في اتجاه العكس ده. وانا كده كده مشغل واحد واثنين. الطيار ما بمشيش واحد واثنين في الاتجاه ده. فهيمشي في مين? هيبدأ يمشي بال اسمه D واحد والاسمه D اتنين ويبدأ يرجع في الآيه في السبضاير بالشكل ده هتلاقي الطيار بدء من قيمة الاي من امام كده وهيبدأ يزيد لغاية ان ما لوصل صفر امام قول ده في السالب اما في السالب اممشيش في T واحد D اتنين فأنا هممشي في هام وكده لأ فيه D واحد ودي B اتنين ويبدأ اوصل صفر هتلا يوصل صفر عند زمن هنسميه احنا TX برضو زي ما معرفوش عايز احسيبه هنبدأ انا احسيبه ازاي ان شاء الله بعد الفترة دي هيبدأ الطيار هنا وصل صفر خلاص وصل صفر فانا يقدر T واحد و T اتنين او T واحد و T اتنين او يشتغلوا معايا فالطيار بتاع هيبدأ يمشي في اتجاه الطبيعي بتاعه فهيبدأ الطيار يمشي في الموجة بزي ما كان ماشي المرة اللي فاته بس المرة يبدأ من TX لغاية T على الاتنين ماشي في السويتش رقم واحد والسويتش رقم اتنين هتيجي في النجا دفاع في Cycle انا هابدأ جلالتها واربع زي ما اتفقنا اللي فاته ان الطيار هنا بدأ ايه بدأ في الموجة بتلاتة او اربعة الطيار ده يمشي فيه في السلس فاتجاه الطيار ده نتيجة اللي موجودة في القل هيبدأ يمشيه نفسي اتجاه لغاية ان ما ينزل ويوصل صفر وقولنا في الفترة دي كده هيبدأ يمشي في مين هيبدأ يمشي دي تلاتة ودي اربعة بعد ما يوصل صفر اتجاه الطيار ممكن عادي. فيبدأ يرجع تاني اتجاه المعكوس بتاعه. ويبدأ يقل في تلاتة واربعة. ويوصل لقيمة الاي مني. بص بقى هنا. ده اللي انا قدت بحكي لك عليه من شوية. ان انا ده وصل للاي مني. انت لما تيجي في السايكل الجديد اللي بعدها الطيار بدء من الاي مني. انت لما هيجي يزيد. او هيزيد هنا فين. ده مفروض في السايكل اللي بعد التي ده هتبدأ تشغل مين تاني. وبدأ تشغل واحد واتنين. فلما يمشي في مين? في دي واحد دي اتنين هي الجزء اللي مش عاحته. في الاول ده. كده لما هيبدأ من الاي مني وبدأ ان يوصل صفر. هيبدأ التجار ده يمشي في مين? هيبدأ يمشي في ايه? في دي واحد والدين. فده كده شكل. ده يدى التال. في حالة الستير ستيت بقى الدنيا بسيطة شوية. لان المعادلة بتاعت الجزء الاول ده هي نفسها المعادلة بتاعت الجزء التاني بسيس سالي. فازن المعادلتين تقريبا سابه بعض. وقيمة الاي ماكسمان بتساوي محدد قيمة الاي مينيةea. كيمة الاي ماكسمان بتساوي سالب كيمة الاي من الفق santin دول اللي يساوي بعض. إن لو لو جبت واحدة والتانية خلاص واعتبار جدا. دي برضو تقدر تجيب منها التي واي على طول زي ما هينشورة. في زم ده كده الاختلاف في الدايرة بتاعتنا ان الطيار هنا كان بدأ من قيمة الاي مالية حالة الستير ستيت. طب كدرس ليه حالة الستيري ستيت. حدث الستيري ستيت انا بتدرسها عشان ابدأ اشوف الطيارات الكبيرة دي اللي هتبدأ تمشي في السويتشات. وابدأ احدد الريتنج بتاع كل سويتش عندي. بايزا ده هدفه ان انا اشتغل او اجيب الريتنج بتاع السويتشات بتاعتي. فعندنا نشوف ايه دايرة? عايز اجيب معادلات اللي بتوصف شكل الطيار سواء هو طالع او هو نازل. ففي الفترة الاولى كي هو واحد وكي هو اتنشغيل لو كون بتاع مجرد ده ما اتفقنا خالص بنحض دي 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 سي زي اي في ار زائد دي دوت معادلة زائد ترانزيند حل دي 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 سي على ار زائد الاي في السرق تي عدتها ومنشة بتاعتنا نشة هيختلف عن المرة اللي فاتت ان هنا الطيارة بدأ قيمة الاي مينيما مش بدأ من السفر وبدأ من الاي مينيما هتبقى دي قيمة الاي تبدأ تحطها في المعادلة بتاعتها لبدا شجلا. بقف عند اخر موقع خالص بتساوي التى الجابت 강 والاتنين بتسوي القيمة الاي ميكسا او عوض في قيمة å واحد ده هتطلع قيمة الشكل ده والليه هنسمع المعادلة رقم واحد ليه? لان هنا قيمة الاي مكسا هي ايه? دلالة قيمة الاي مينيما قيمة الاي ماكسا هنا دلالة قيمة الاي مينيما شطرicki مينيما هنبدأ نشوف فحل المشكلة دي وحين خلاص كده طيب عايز اجيب قيمة Tx هاقف هنا عن Tx قيمة طار Tx ده الطيار بيساوي 0 عن Tx طار بيساوي 0 هابدأ اعوض في المعادلة الاولى دي واجيب Tx في طرف و المعادلة في طرف هايدا شاكتب قيمة Tx بتاعي. في الجزء التاني اللي هو من T على الاتنين لغاية T. هتلاقي تلاتة واربعة الجهد اللي ظهر على اللوت هو فده كده هيبع شكل المعادلة بتوصف الدايرة بتاعتنا. وهي عبارة عن تتفقنا بكلام ده شاهدناه بتاعها هيطلع نفس الشكل اللي اخدناه في المسألة اللي فاتت بالزبط. هيطلع ده شكل المعادلة بتاعتي. عايزة اجيب I minimum برضو ها في عند الاخر نقطة اللي هي T بتساوي T. I بتساوي I minimum وبتاعوض اتبصت لين على I minimum حلقة برضو في I maximum. ونبدأ نجيب T Y نقدر نجيبها من هنا بتطلع بالشكل. هتكتشف حاجة صغيرة. ان minus T Y في lin القيمة دي كده كل الده كده هو T X. يعني تقدر تقولي من T Y بتساوي T على الاتنين ناقص T X. زائد T X. T Y سوي T على الاتنين زائد T X. خلاص لو انت جبت T X. دي كده معادلة للتوصف بشكل الطيار سواء هو طالع هو نازل. عايزة جيد الرميس كارنتينة بقى والتلات الموضوع ابسط شوية ان المعادلة دي هي زي المعادلة دي بس بالسالج فهبدأ اكامل واحدة بس منهم وهضرب المعادلة هنا في اتنين. فهنضرب التجامل دي في اتنين. تمام? وهبدأ اكامل بس واحد بس وبقى عارف. بس يا مشكلة انا بكامل لازم اعرف كيمة I minimum او كيمة I maximum لان معادلة قوم 1 و 2 معادلة قوم 1 و 3 بدنال I maximum بتساوي محدة كيمة I minimum او I maximum بتساوي سالي كيمة I minimum فممكن تهلو عامل مشترك وتبدأ التعود في المعادلة واحد او اثنين هتلاقي ان كيمة I maximum بتساوي كيمة I minimum بتساوي القيمة او المعادلة دي. فتعايزة اجابة باور فالباور هو الاي او بطاري ميز سكوير في الار بالشكل ده. لو عايز اشوف الاسويتشز كارنت عايز ارسيم طيارة الدايود رقم واحد اتنين طيارة الدايود رقم واحد واثنين كان ماشي من زيرو طيار تي اكس قلنا هو كان الطيار المازل من الاي مينمم طالع لقيمة سفر لغة تي اكس كان ماشي في طيار ضايود واحد واثنين فأنا لما اجلس انت طيارات او ما برسمش طيار في السابق. تي واحد و تي اتنين اشتغل من تي اكس لغاية تي عالي اتنين Congrats hand? وكان الطيار بتاوي الشكل ده كان من السفر لغاية قيمة الاي. طيار دي تلاتة و دي اربعة كان مازل من الاي مكسوم العاية سفر لغاية توي اي. طيار التلاتة واربعة رقم سويتش رقم تلاتة وسويتش رقم اتنة كان بدأ من التي واي تاعلة لايه تي وكان اكبر قيمة لايه هيا قيمة الاي. ارواح ستناق you know حضط لك بتاع كل كل جايب. والقيمة اللي هتبدأ تظهر فيه طبعا الماكسموم هنا واحد لان نفسها قيمة محدد فايه هو القيمة واحدة. لو عايز اجيب بالسويتشات. هنا بقى مش هبدأ اجيب كل الواحد. لا انت هنا لو جبت سويتش واحد يبقى كله شبهه بالضبط لانه بادئ معاه نفس الفترة دي هتلاقيها نفسها الفترة دي. والمعادلة دي جبت لك هي هيها نفس المعادلة دي بس السالب فانت لو جبت الابردش بقى سويتش رقم واحد هتليه هو هو نفسه الابردش بقى سويتش رقم اثنين هو نفسه بتاع ثلاثة هو نفسه بتاع اربعة هو لابردش بتاع واحد ابدأ اسم البلد واحد عالتي. الطير ظهر من تي اكس لاي تي على الاثنين تقولي المعادلة الاولى بتاعك عشان ابدأ احل المعادلة دي لازم اعرف كين تلاي مني. هنقول لك هنجيبها ازاي. عايز اجيب فهبدأ اكامل الجزء ده برضو هو الجزء المعادلة الاولى بس هبدأ انا من سفر عايز اجيب في نفس المعادلة اللي فوق بس تبقى جزر تربية. ونفس الكلام بالنسبة للضايت برضو هو واحد بالتكامل بس اللي تختلف معي. واتفقنا هنا لو جبت سويتش طيار السويتش كاو او ار ام اس هو نفسه طيار الاربعة سويتش. وطياره ونفسه الطيار اللي اقبع ضايت عنه. طيب كده تقريبا انا خلصت الجزء الجزء دوت خاص بفوريار سيريز للسكوير ويف. يعني انا عندي سكوير ويف فورد فانا كده عايز اعمل لها فوريار سيريز فهتبدأ تشف ان الاي نود سفر الاي ان سفر البي ان بتاعتك تساور فاعة في دي سي على ان باي فده هتبقى شكل فوريار سيريز للالاقة بتاعتك او الشكل للسكوير ويف ده. ايه كده شكل فوريار سيريز بتاعته انه عندي واحد تلاتة وخمسة. فعايز اجيب اللوت كارنت فانا عندي الاي ان اختار اي ان. بي ان على زد ان الكاس من زد ان تساوي التواقع دي. وبعد ما اجيب اي ان بس اجيب اي واحد اي تلاتة اي خمسة هبدأ احطهم تحت الجزر سكوير واحد تلاتة خمسة سكوير طبعا ده كده الاي اوكوت ارم اس. دي طريقة تانية لحساب الاوكوت ارم اس كارنت. زي ما اتفقنا في طريقة اولى ان انا ممكن اجيبها من المعادلات زي ما شفت في اللي فاتت. انا اجيب المعادلة وابتا اكاملها او ممكن اجيبها من طريق فوريار سيرز انا اجيب اي واحد اي خمسة اي سبعة او انا ماشي. وابدى اخطهم تحت الجزر التربية. هابدأ ليكو قيمة الكلية. فهنا سواء انا عندي فوريار سيرز او راكيب الباور. او 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 انا عندي المعادلات بتاعتي او راكيب الباور. ده كده الجزء الخاص بفوريار سيرز. طب انا عندي اخر جزء هو التوتر من التستورشن. فالتوتر من التستورشن للبولتج هو جازر بي او قطر ارم اس سكوير. مقص بي واحد ارم اس سكوير على بي واحد ارم اس سكوير. انا تميمان اطبع طبعا بيختلف نتيجة اختلاف في قيمة الل اللي حضرتك في الحال أنا كده انتهيت أتمنى أنها تكون محضرة مفيدة وإن شاء الله قد أن يكتب لكم كل حير